اعمال قسرية ضرب اغتصاب استرقاق جنسي ترهيب وعزلة هذه بعض الممارسات التي تتعرض لها يومياً آلاف الأسيرات في خلافة داعش المتوهمة ولا شك أن السؤال الذي دار في ذهن هؤلاء آنذاك هو لماذا يفعلون بنا كل هذا ولماذا يصمت العالم حيال هذه المأساة كل مرة يأتون فيها يأخذون فتاة ويضربونها حتى تصرخ وكانوا يعاقبوننا بالحجز والاغتصاب إذا رفضت أي فتاة يضربونها ويأخذونها رغماً عنها فعلوا بنا كل شيء وهو التساؤل الذي ما زال يطرح لحد اليوم وبعد عام كامل على محنة سنجارة أما القصص الأكثر إلى من التي تخفيها جدران الرق والموصل والرمادي فقد تركت بصمات مؤثرة جداً في نفسية كل من سمع بها ولكن فقط رجل الأعمال الكندي ستيف مامان نذر نفسه لتحرير نساء من كل الديانات والمعتقدات من قبضة داعش وبكل الأثمان مر عام ولا يزال هناك الآلاف من اليزيديين المحتجزين لدى هذا التنظيم الإرهابي يعانون شتى أنواع العنف والعذاب على أيديهم لا يزال هناك أكثر من ألفين سيدة وفتاة وإمرأة يزيدية لا زالوا أسرى في أيدي هذا التنظيم المجرم هناك أكثر من أربعمائة ألف يزيدي لحد الآن هم نازحين في أقليم كردستان تحفي مخيمات لا تصلح للعيش البشري الكريم مهمة الإنقاذ البطولية التي ينشط فيها ستيف مامان ودموع الناشطة الكردية فيان دخيل من داخل برلمان العراق ربما تذكر العالم بتفاصيل يوميات حياة مليئة بالرعب تعيشها نساء في قبضة داعش لا زالت تغيب عن ذهن الكثيرين أو ربما يجدون صعوبة في تصديق لا مبالاتهم حيال هذا الفصل المظلم من تاريخهم المعاش ترجمة نانسي قنقر